ممكن بويتر ممكن مايك لاسلكي السلام عليكم ويبقوا مع مباركة على الجميع وبنعتزر ان احنا صحناكوا بادري يوم الاجازة معارف ان الموضوع مجهد وموضوع صعب شوية بس ان شاء الله وعدكم انها تكون حاجة لذيذة وتعملوكم مش بس النهاردة لاسبوع جاي كمان اكتر من اسبوع ما قدرش هواعد بصراحة وطبعا دي برعاية الدكتورة زينب نجيب اللي عزميتنا على قهوة النهاردة فهي يعني الولاها ما كانش دي هتبقى برشية دي يعني شكرا لدكتورة زينب على القهوة وبرحب بيكم مرة تانية وعشان بس نحافظ على الوقت وميبقاش فيه تايم شفت اللي بعد كده اللي بعد كده هنلتزم بمعادنا وبإذن الله هنخلص برضو في معادنا بشاء الله انا اسمي عمر طلحة انفكشن كنترول كونسلتنت كنت ماسك مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى في هيئة الرعاية الصحية لغاية شهور قريلة فاتت وحاليا انا انفكشن كنترول كونسلتنت في مؤسسة دكتور مجدي عوف أسوان وكنت فيها انفكشن كنترول منجر من سنة 2013 لغاية 2017 وكنت انفكشن كنترول منجر في أكتر مكان عندي تريباً توتال كنترول 18 سنة هافو زم على الأقل لم يكن عشر سنين تقريباً في النيونيت بس فأنا بحب أتكلم في النيونيت والأورام الموضعين دولت على وجه الخصوص ليهم معزة خاصة جداً في قلبي وليهم أهمية في البراكتس على على الأرض غير عادية يعني الانفكشن كنترول مهم وانا لازم أقول إن هو ديسبل مهم لأن ده أكل عيش طبعاً لكن هو فعلاً ديسبل مهم على كل المستويات بكل الطرق وبتزداد أهميته في البيبيوليشن ده أنا عايز أعرف يعني بطول الانفكشن كنترول أنا بعرفهم طبعاً من هنا طبيب أطفال لا مش كلكوا عباش ازاي جاءت الانفكشن كنترول شكراً ما تكتب سعر طبعاً من فين انفكشن كنترول طيف تفضل شكراً تمام فخلينا نقول إن واحدة من الابجيكتبز الأساسية في الوركشوب بديت إن إحنا نطلاقة عشان عارف إن إحنا مش عارفين نطلاقة على الأرض وبتقول انفكشن كنترول دايماً دمهم تقيل على الناس ناس بتكرههم أنا شخصياً مش قوي معهم يعني فكنت دايماً بقول لأحد المشرفين على الرسالة بتاعتي أنا لو مراتي بتقول لي كل شوية خسل إيدك خسل إيدك خسل إيدك هطلقها مش ناقص أنا واجع قلب وواجع دماغي ما هي في إيديها برضو رؤيت لي خسل إيدك هطلقها يا فن يبقى خلاص تحط لسانها ببققها بقى ملاش دعو أغسل إيديها ولا مخسلش إيديها هتخاف كده يعني ففكرة التلاقي ما بين الاتنين أستاذنا الدكتور ماجد بكر تكلم مبارح على وتكلم على واللي واحدة من الأساسيات اللي فيها دائماً بتهم أو العاملين في مجال مكافحة العدوى إن هما السبب الأساسي في بعض الناس عنه تمام ليه إنهما بيتكلموا فروم أناظر بوت أول كلمة أو أكتر كلمة بتسمعوها إيه بتوع مكافحة العدوى من الدكاترة حضرتك اللي هتلبس الحالة ولا أنا مش دي الكلمة مين سمعها أو اسمعها كم مرة طب مين من دكاترة الأطفال قالها وقالها كم مرة لبتوقع الانفكشن كنترول أي تينك كتير تمام طب الإجابة المسالية على السؤال ده أكشوال كلنا هنلبس الحالة مش مش دكتور الأطفال لوحده ولا الجراح لوحده ولا الاناساسيسة لوحده كلنا إن ذا سين بوت وانس إن الانفكشن بريفنشناست اتكلم من المنطلق ده إن هو بيتكلم من ذا سين بوت انا عندي نفس بتاعك أنت حريص على الحالة بتاعتك وأنا حريص على الحالة بتاعتك أنا مش جاية نظر عليك هنتكلم في دكاترة لما اجا تكلم في ورك شوب زي الانفكشن كنترول اليونيت ما باعتمدش على المراجع الأساسية بتاعت الانفكشن كنترول زي الايبك او السي دي سي او الاي بي سي اي بتاع الكندا وغيره لأ بحب اعتمد على الريفرنس بتاعت البيدياتريشنز زي الاي اي بي امريكان اكاديمي وبيدياتريكس لما اجا تكلم في وغيره بتكلم من تمام ليه بتكلم من بتاعتكم مش دي الجامعيات بتاعتكم مش دي ريفرنس بتاعتكم فرصة إن احنا نطلاق فرصة إن اهدافنا تبقى واحدة فرصة في الآخر إن احنا فعلا نلتقي عنده نقطة اساسية حطها واتكلم فيها باستفاضة استاذنا الدكتور مجد بكر مبارح اللي اسمها ايه بيشنت سيفتي الاول ما عنديش اي تضارب منافع باستثناء كبات القهوة بتاعت الدكتورة زينا بالصبح هي بتاعت المحاضرة ديت فهي ما كملتش مش عارف كم دولار عشان اقول ان فيه باي لا يوجد باستثناء كبات القهوة تاتي انا مش بتكلم في الورك شوب ديت على الان اي سيو سواء هنا أو هنا. فكلامنا هيكون منصب على الاتنين وهعمل ما بين النيرسي وما بين النيسيو على حسب الموجودة في كل كاتجري من دول. تاني حاجة. هنعمل الاندرستاندينج للكومن هلسي كير اسوشياتيد انفكشنز والكومن مايكرو ارجانيزمز اللي تبقى موجودة في النيونيتس أو بتسبب الهلسي كير اسوشياتيد انفكشنز في النيونيتس وكمان هنتكلم على الانفيرومينتال اسبت او الابعاد البيئية لوحدات حديث الولادة يونيتس مش يونيت يونيتس سواء كانت نيرسي برضو او ان اي سيو واخيرا هنتكلم في البرفينت في استراتيجي هوتو بريفينت انفكشن تمام اخواتي وزملائي وابنائي شغلين في مكافهة العدوى دايما بقول لهم ابدأوا اي شغل ليكم بالايه بالديفينيشنز اعرف عدوك الاول. لو انت حطيت برنامج من غير ما تعمل والاينتفيكيشن للانفكشنز اللي موجودة في البيبيوليشن ده بالريسك فاكتورز اللي موجودة من المشاكل اللي موجودة تاني في رمزة سين بوت من الناس اللي شغالها معاك في نفس الفيلد دكاترا والطموريد والجراحين والانسيزيا وغيره مش طرف تعمل مانجمينت افتكر ان كان في زميل فاضل دعاني ان انا عمل في واحدة حديثي ولاده في مستشفى حكومية بدون ذكر اسماء. تمام? فتحفظت كتير وهو فهم ان تحفظه ده عشان خطر الفلوس والقصة مش كده خالص. تمام? تقول انت عندكم مكافهة عدو. وانا مش جزء من ده. فين بتاعكم عمل ايه? قال لي احنا روحنا لهم. وقلنا لهم احنا عندنا اوت بريكس. وده ناديرا ما بيحصل. احنا اللي بيحصل العكس. ان يقول ان فيه اوت بريك. والكلينيشن اللي في الاي سي او في او الجراحين او الاناسيزيا ينكروا تماما الانكار. حتى لو هم عارفين بس ينكروا قدام الناس. ان ما يكون ان فيه رئيس قسم محضانات. او من اي تخصص يروح يقول له الحق اني انا عندي اوت بريك وساعدني. ده انت كده انجازت انجاز عظيم. اتقابل بقى الانجاز ده بايه? اغسله بس اديكم تتبقوا كويسين. كده هو من غير اي 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 ما غسيل ايد حلو والله وعلى ايدنا على عنا وعلى راسنا وكل حاجة بغض النظر انا ما بيحبش الزن فيه. انا حاجاش غصية. ما لاش علاقة بالبروفيشناليزم خلص. تمام? بس مش درجة انه انت قعد في مكتبك تقابل مصيبة زي ديات بكلمة ونص. فده ما ينفعش. فلازم تعرف الاول ايه هي النيونيت الانفكشنز او ايه هو اللي انت هتحط رجليك فيه. قبل ما تفكر انك تقول اعمله فيه ايه? لا يا حقيقي تعالى اركب معي المركب الاول اغرس معي لا لا اسف في نفس الطين وفي نفس الوحلة اللي انا فيها وبعدين بقى نتكلم. ما تعالش في مكتبك في التكييف وتقول لي اعمل وساوي. حلو كده تكاتل اطفال راضين عني كده? مصيطين كده? عديني باجعة في صفوك وعلى بتاع الانفكشن كنترول او. دكتور سيد الزاء حضرتك اللي اخبار. الحمد لله على السلام. الله يسلام حضرتك. فبالتالي احنا هنقسم الوركشوبز النهاردة لجزء ايه? جزء الاولاني هنتكلم فيه عن وجزء التاني هنتكلم على جزء الاول ايه هاي الكميرو ايه اللي بتسبب الهيلس كير الاسوشيتت انفكشن وايه هاي الكمل سايت. اوف هالسي كير السوشيتت انفكشن فية. في السشن التاني هنتكلم باقى البرينتين جي. فيها الاول على الانفكشن بتاعت وحدات حديث الولادة المكان الامن اللي انا بقدم فيه الخدمة ويساعدني ان انا فعلا بريفينت الانفكشن. وهنتكلم على الروتين نيوبورن كير واي. اي. طوكنج هير اباوت نيوبورن كير. الروتين. هنا بقى بقى مش في النيرسري ولا في الاي سيو لا كمان في البيت. تمام? طبعا هندي سبيشال كونسيدريشن في الهيلس كير سيتنكس بس ده الروتين نيوبورني كير. وبعدين هنتكلم على اسبيشال اسبيكس في الريدوكشن افهلسي كير اسوشياتي دي فيس. انا هاقتصر في الجزء ده على وعلى النيمونيا مش هتكلم على الريدوكشن وعلى الريدوكشن لاني دلت في النيونيت كلمة ونص. عايز تمنع الريدوكشن في النيونيت ما تركبش اسطرة. ايبدا عن اسطرة قادر المستطاع. ركبت اسطرة اتبع فيها نفس الكلام اللي احنا بنقوله في الادلت واللي حضراتكم تقريبا كلكم عارفين. تمام? السيجيكال سايت انفكشن لما يكون اللي قاعدين نصهم جراحين هبتكلم عليه. بتاعت الجراحة او السيجيكال سايت انفكشن. ساعة العملية في النيونيت زي البيدياتريك زي الادلت. فانا هتكلم في النيونيت في النيونيت وفي النيمونيا لان هما دولة موست سيريوس هلسكير اسوشياتد انفكشن في النيونيت. واخيرا هنتكلم على البريفينشن ترانسيميشن في النيونيت اليونيت. سواء ترانسيميشن من البيبي للسطاف من الام للبيبي من البيبي للام. وامانج فيزيتورز. تمام? اه للأسف انا كان عندي اه موقف سخيف هنا في الهيئة. اول ما مسكت اه لقيت مستشفى من ضمن المستشفيات. اي تين كينا في بورسعيد. فبقى اعمل الاسيسمنت لوحدة الحديث الولادة اللي كانت فعلا لطيفة. ومن اوضع الحديث الولادة اللي انا شفتها في الهيئة عموما. فين قضت الرضاعة الطبيعية. لغناها. مين اللي لغاها? الانفكشن كنترول. احنا يا ابن قلنا الرضاعة الطبيعية تتلغى. احنا مين قالي الكلام ده? عشان الكوفيت. مين قال ان الكوفيت تعمل فيه ما بين الام وبين الطفل. وده سؤال فكروا فيه كده لغات ما ديه وقته. ايه هي الحالات اللي بعمل فيها ما بين الام وما بين الطفل. ده سؤال مطروح. وفكروا فيه كده. ماشي. العبرة ديات يعني استوقفتني. وبتطبق علينا كلنا كأمهات وكأباء وكمقدم خدمة صحية. A baby is something you carry inside you for nine months. In your arms for three years. And in your hearts until the day you die. ده التعريف اللي احنا بنتكلم معه في وحدة حديث الولادة. وده يبين لكم قد ايه احنا بنتكلم مع حد. مش هيزعق لكم. ولا هيقول لكم فين الدكتور ابن التيتي اللي هنا ما جاشفني ليه. ولا كلام من ده. ولا هيعمل اي حاجة غير انه يعيط لو قدر يعيط. تمام? فيار dealing with very very precious. مش بس الابو وامو. ده لحضرتك كمان. الستة الطيبة دي عارفينها? قالت ايه? the very first requirement in a hospital is that it should do the sick no harm. لا ضرر ولا ضراج. كتور مجد بكر مبارح قال ايه? العيان المفروض بيدخل يتلقى خدمة صحية في المستشفى عشان يطلع سليم المشاكل اللي بيعاني منها ما يطلعش بقى نظر هارم. مظبوط? فده الكنسبت الاساسي اللي كنا شغالين عليه اللي هو delivering healthy care without harm. patient safety. السلوجان الاساسي للpatient safety. ومن ضمنه prevention and control. نبتدي في ال new net. هزين ندردش في شوات التعريفات ديت. يعني نصها infection control. ونصها new net. فانا هسأل الاسئلة بتاعت ال new net للinfection control. والinfection control. يعني ايه new net؟ حد من infection control يجاوك. لا في عدد بيعد وقت. الدكتور رسامة مش هيرحمني. وجايب لي اتنين تشير برسل مش هيرحموني هم اللي اتنين يعني. بتوصى بي قوي. ها? يعني اين يونيت? شكرا. حضرك اطفال ولا فنكشن control? نحن قلنا فنكشن control ما يعني هسأل بتوصى يونيت يعني اين يونيت? تمام? اللي هو بطفل من سن صفر لسن تمانية وعشرين يوم. ده مفهوم كلمة يونيت. طيب. يعني نيوبورن نيرسري. لوحدة من وحدات حديث الولادة اللي بقدم فيها شورت تيرم سيرفسيس للإستابلشت والإستابلشت بيبي اللي هو صحاده الكويسة وهندخل في تعريف اكتر من كده كمان شوية. تمام? يعني ايه? ده اي سي يونيت سبيشيال فور بيشنت من سن زيرو لسن تمانية وعشرين يوم بتعريف الاي سي يو الحرفي. فيها فيها بيشنت وز مالتبول ريسك فاكتورز. فيها مشاكل ممكن تؤد في الآخر ان البيشنت لقدر الله ايه? يموت. خلاص? نسأل بقى بتقول اطفال يعني ايه نورمال فلورا? انا حطيتها هنا عشان تبقى تمسك الاتنين كده. يعني ايه نورمال فلورا? بكتريا اللي موجودة بشكل طبيعي. في مكان معين بتركيز معين. خطوا التعريفين دولة بين قصين. معنا الكلام ده ايه? لو اتنقلت من مكان لمكان تاني ما بقيتش نورمال فلورا. اللي موجودة على اللسكين وانس انها تنقلت للبلوت ستريم ما بقيتش نورمال فلورا. بقت باثوجين. لو تركيزها زاد عن التركيز الطبيعي سواء مسلا على ايه او على السكين او اي مكان. ما بقيتش برضو نورمال فلورا. هنتكلم في موضوع نورمال فلورا ده كتير او المهاردة. خلي بالكم منه. طيب. يعني كولونيزيشن يعني يعني كنتمينيشن. هو سؤال ده اللي اطباء الاطفال. بالضبط. تعريف الامفكشن والكلونيزيشن ارزي سين وجود بكتيريا في ملتبليكيشن في او مفيش اميون رسبونس كان بي بس. بحالة مفيش ساين ان سمسون. فيش ديزيز في الحالة دي البيشنت اسمه ايه كارير. كارينج ديزيز او كارينج مايكرو ارجانيز. نوت هافا ديزيز تمام. انما الانفكشن لابتدت اعراض المرض تزهر. من ضمن التعريفات المشهورة او في للاسف بعض الانفكشن بتلخبطه فيها. يلاقي مزرعة البول طالع فيها عشرة واستخامسة يونت بيرمل. من مايكرو ارجانيزمة او اتنين مش اكتر من كده احنا كده ماشيين نفس التعريف بتاع اليو تي اي صح ولا مصح. بس مفيش ساين مفيش سيمتمس باي شكل من الاشكال ومفيش زي سيم مايكرو ارجانيزم في البلاد كلشة فعنا كده سوتي ولا. سوتي يعني استمتوماتيك يوتي اي اي. افوتي سيمتوماتيك باكتيريال يوتي اي. عشان اقول بدلا يكون فيها ده سيم مايكرو ارجانية فين? في البلاد. طب لا فيه لا ده ولا ده والمايكرو ارجانيزم موجود فعلا في البلاد بالعشر اص خمسة او اكتر او غيره وما فيش اكتر من لين اكتر من التنين تير الميكرو ارجانية تعريف التالت. تمام? ففي الحالة دي بعتبرها ايه? طيب ده ما بتعليقش يا دكتور في الاطفال. والله براحتك. انا هقول لك ان ده اخضلك عايز تعالجه وتدي فيه بدون داعي. انما لو حضرك عايز رأيانك الذي لو قيمة له على الاطلاق. تمام? حالة دي اسمه كولونيزيشن. ما هوش اسمبتوماتيك. از لونج از ان مافيش زي سيم مايكرو ارجانزم في البلاد ستريم. ات زي سيم طايم. تمام? فدور كولونيزيشن وسيب الجسم يتخلص منه. عايز تدي انت بايوتك. يعني ده قرار اللي ما بتدخلش فيه وبحيبش اتدخل فيه. كونتامينيشن. وجود اي حاجة في مكان معين. قد يكون كيميكا. قد يكون فيزيكا. قد يكون مايكروبيا. تمام? غالبا بيكون الكلام ده برا الجسم. يعني بنق العين الدم جي فيها اسكين كومنسا زيبنا على اسكين. وقت نقل الايه? العينة. ده اسمه كونتامينيشن. ايه بقى? خلينا نتكلم الشريحة ديات هتختصر تقريبا الورك شوب بكلها. نتكلم ان النيونيت دولات اطهاي رسكوف انفكشن لاكتر من سبب هنستعرضهم دلوقتي. ان كورونايز دي بيبي هو الميجور سورسوف انفكشن. مين هو الميجور سورسوف انفكشن في النيونيت? الكلونيز دي بيبي همسلف. كلونيز دي بيبي ازا ميجور سورسوف انفكشن. ايه تاني? بيتزيب بقى المشاكل او الريسك مع حاجات تانية زي البروبورشن بتاع البرث ويت. الجستيشنال ايج. الاكسبوجر للإنفيزف ديفايس والإنفيزف بورسيديورس. اللين سوفيستاي جوه المستشفى او جوه وحدة حديث الولادة. اسبيشيالي لو ما فيهاش انفراستراكشور قوي للانفكشن كنترولي. على وجه التفصيل في النيرسي احنا بنتكلم في سكين وماوس وآي انفكشن هما دولة المستفريكون. انما في الاني سيو بنتكلم بقى بحاجات اكتر من كده نيومونيا وبلاد ستريم حاجات التودف ده يا ليه. عشان كده من ضمن التوصيات الاساسية اللي عايز اطلع بيها النهاردة. لازم يكون في انهانسمنت جوه المستشفيات ان يكون فيه فصل ما بين وحدة النيرسري ووحدة الان اي سيو. لا اكتر من سبب. اولا احنا عندنا ازمة في المان باور ما حدش يقدر ينكر ده. وعندنا ازمة في الاسبيسينج والانفراستراكشور في كاينفيرومنتل اسبيكس برضو محدش يقدر ينكر ده. انا مش محتاج في النيرسري مشاكل كتير يعني حاجات كتيرة جدا قدر استغنعانا في النيرسي. من ضمنها المساحة من ضمنها شروط التهوية من ضمنها النيرس بيشانت ريشيو. هتكلم عنها قدام شوية هتعرفوا دي الموضوع بسيط في النيرسي. زائد ان انا بيجي لاطفال كتيرة جدا بيحتاجين ان هو بس يتابعوا كام ساعة. مش محتاجين اكتر من باسنت. او اللي هو ساموهي البيبي كوت. او السير او البيبي كوت. تمام? ليه ادخل بيبي مش محتاج جر شوية الحاجات البسيطة ديت. في ريسك كثير زي ده. بلوت ستريم انفكشن اوكسوبوجر لمالتو دراج رزيستانت وغير. تمام? ده واحدة من التوصيات الاساسية اللي دايما كل ما اتكلم في الوركشوب دي لازم اقولها كتير. تمام? طيب. ممكن نقسم الريسكس اللي لها علاقة بالنيونيت لثري كاتيجورز. ماتيرنال فاكتورز. نيونيت الفاكتورز اللي حاجة لها علاقة بالبيبي نفسه. وفاسيليتي فاكتورز. حاجة لها علاقة بالوحدة او الكسم اللي بيتلقى فيه الايه? الخرنة. الماتيرنال فاكتورز زي? بريماتيور رابشن من برين. ايه تاني? الماتيرنال مشاكل او اللي موجودة عند الام. اللي بتتروح من اول الماينور اللي غير حاجات كانت ممكن تؤدي فعلا للابورشن زي موضوع وخصوصا السيتوميجالو فيروس والروبيلا. تمام? حاجات يعني في العادي ممكن تؤدي الابورشن. لو طفل تولد من ام عندها حاجة من دولت بيتولد بسيريس كونديشنز. تمام? فده فاكتورز اللي لها علاقة بالام وفاكتور مهم جدا. الديليفري مونت. اهي بالنسبة لكتصة ديت هي الكي بتاع الانفكشن كنترول. فعلا. لا تقول لي هانده يا جين ولا تقول لي برسنة بورتكتف اكويتمت ولا الناس تتضرب ولا كلام من ده. اكتر من خمسين في مئة من الانفكشن في النيونيت. ليه? طفل في الطبيعي بيتولد من البرثي كانال بياخد الفلورة بتاعت الاسكين بتاعه منين? من البرثي كانال. كده بقى بروتكتف. بنسبة كبيرة جدا. تمام? طيب حصل بقى ان هو يتولد سيزيريا. في وحدة في نسا. ما فيهاش انفكشن كنترول. ما فيهاش التزام. اتولد من غير فلورة على الاسكين. هياخد الفلورة بتاعته من مين? من الانفيرومنت او من ايادي اللي بيعمل له هاندلينك. ويا سلام بقى لو الصاف دول مش ملتزم. ولو واحدة ما فيهاش اصلا هايبقى كولونايز بمالتي دراج رزيستان. هتشيلوا كده زي الموقوطة بالزبط. تحطوا فين? في وحدة حديث الولادة بتاعتك. ممكن يدخل ويخرج ما يحصل لهاش حاجة. بس يعمل لك في الحضانة. عشان كده انا بقول لي بتوع الانفكشن كنترول. او عندك فرضيتك ان يكون ده من بيبي. لو انت هتاخد سوابات من الاطفال عشان تشوف ان هما بتاع الاوتبريك ده ولا لا لا. نيفر اكسكلودي الهيلثي بيبي. وارج جدا يكون هو سكين كولونايز واتنقل بالاكويبمنت او بالاياد اللي سطاف او غيره من واحد للتاني وهو سليم زي الفل. بس هو المصدر الاساسي. وبناء عليه اثبت او نافية الفرضية ديت يو كان انكلود هم في الديكولونايزيشن او في الاراديكيشن بتاع المايكروورجنزم ده من على الاسكن بكلوروكسيدين باس او حاجة زيتها. حسب الانترفينشيز وانا اتكلم عنها ان شاء الله كمان شوية. انيو نيت الفاكتورز زي ايه? بريماتيوريتي. اللو بيرث ويت. ها ما ادراكم ما اللو بيرث ويت. يا جماعة الخير يا بتقول الانفكتشن كنترول. مما تيجو تتكلموا مع بتقول الاطفال ما تجيش تقول هالو في وش وكده. انت عندك الانفكتشن ريت زي الزفت. اللي انت بتعمل تبتعمل ايه في الاطفال? تعمل معاك ايه? حضرك لو مراته هيطلقك. اسمع مني. ايه? او يتجاوز عليك. بالله يا ابرك. تمام? انما تقول له يا دكتور احنا لقينا ان في الانفكتشن ريت في سيرتن كاتيجوري اف بيرث ويت. في الاطفال اهل من سبعمائة وخمسين جرام او في الاطفال من سبعمائة وخمسين جرام لكيلو. تمام? هيقول لك اه ما عشان الكاتيجوري ده في رزق. جيت له بعدها بيوم تمام يا دكتور ما فيش مشكلة. دكتور انا لقيت العدد ابتدى يزيد في الاطفال اللي هم فوق كيلو ونص او فوق الاتنين كيلو. لقى يبقى في مشكلة. كده بقى اقدر استبعد الفاكتور بتاع البرث ويت. عشان كده حضرتك في لو عندك واحدة افصال لازم تقدر بتاع السيرفيلنس بتاع بتاعك ده على البرث ويت. تعمل سيرفيلنس لكن عندك اربع وحدات كل واحد فيهم بكاتيجوري شكل او شكل. كلهم اربع وحدات منفصلين. منفعش تحطهم كلهم على بعض وتقوله المتوسط كمش طعف تعمل سيرفيلنس زي ما بنقول في سيرجيكال سايت انفكشن عشان الجراح يبتدي اسمعك. تعمل ايه? ريسك انديكس. ان عند ريسك انديكس بناعنا على السيس كور. والكتوف بوينت. والووند كلاسيفيكيشن كيلين ولا كيلين كونتاميناتد ولا غيره. تقوله في الريسك انديكس تلاتة الريت عالي. هيقول لك ما العين مناي البنيلة. ماشي. في الريسك انديكس زيرو الريت عالي. طب ليه عالي في الريسك انديكس زيرو? معناه ان حضرتك ااسف يعني بتعوك. سايت هيقول لك قاسة. هاقول ايه طيب? فدي ازا باور اوف داتا. لازم يكون عندك داتا قوية تقدر تتكلم باقي. ايه تعمل? ده حاجة فكريني كالاسيسمنت. فلما العين يكون عنده ده منخفض فيكون الريسك بتاعه لاكتساب الانفكشن اعلى. بيرس اسفكسيا. لاختناء ساعة الولادة. بيبه معيطش او المتوالد ده برضو. ريسك تو اكوير هلسي جيل اشياتي. صنفكتورز لها علاقة بالفاسيليت زي ايه? احنا نسميها الديفايز اوتيلايزيشن. طول كنترول كده يعرفونا يعني ايه اوتيلايزيشن? هباحكوا والله. يعني ايه اوتيلايزيشن يا شباب? بحسبها ازايها? بالزبط. على البيشانت دايز. فلما خط ديز خمسين على بيشانت دايز خمسين. يبقى الريشو بتاعها واحد يبقى انا عندي ماسف. العين قعد خمسين يوم اتحط على خمسين يوم. العين قعد خمسين يوم اتحط على خمسين يوم. ده اكسيزيب يوتاليزيشن. فكل ما كان الرقم ده اقليم قريب من الصفر وكل ما كان يوتاليزيشن افضل. واخيرا اليونيت انفيرومينت اللي ليها جزء خاص في الجزء بتاعنا ان شاء الله. طيب. او بتتأثر باكتر من عامل زي اين ايه ايه. البشانت الببيوليشن. وهاكلمكو على البشانت الببيوليشن صحيلا موجود في اين في اين اي سيو ولا موجود في اه اه فيشيال كير نيرسرى ولا موجود في والبي نيرسرى. الليفل اوف كير بروفايد. البروبورشن برضو فكرة يا جماعة ان انا بعمل ريبورت لحد فني يا دكتور سيد او حضرتك اقول له كم عيان جاله انفكشن على كم عيان دخل او خرج بالمستشفى ده انديكيتور غير معبر بالمرة ده اقدر اعمله للصاحب المستشفى المالك اللي هو اساسا بكاللوس تجارة وربنا اكرمه بشوية فلوس قال لك استثمر فيه وفين في المستشفى بشايف انا بقول له ايه فكم واحد دخل على رجلية على كم واحد او كم واحد جاله انفكشن على كم واحد دخل على رجليه في مية ماكسما لازم تعمل ريبورتينج على حسب الانفكشن انت بتعمل ريبورتينج على ريبورتينج على حسب الانفكشن على حسب الانفكشن على حسب الطائب او بروسيدير او طائب او وعدادها اللي اتعمل وهكزا تمام والمقامات اللي انا بعمل كم عيان دخل وخرج على رجليه ده زي ما قلت لكم ده مش انديكيتور انما كم ديفايز دي كم سنترل لاين دي كم عملية من النوع ده اتعملت كم يوم العيان اقامه في المستشفى. تمام? وفيه برضو طبعا سام انديكيتور زي كم طفل حي. ده انديكيتور معروف جدا في الابيديميولوجيا او في الاحصائيات العادية وده ماروش علاقة بالهيلس كير مش هيفيدك قوي يعني. طيب. الاي اي بي. قسمت الليفل اف كير لاربع مستويات. مستوى الاول اللي هو الويل نيوبورن نيرسري. طفل بيبقى مولود ما بين خمسة وتلاتين لسبعة وتلاتين اسبوع. مفوش اي مشكلة خالص. عدي كده في مولود عند اتنين وتلاتين اسبوع. والوزن بتاعه فوق الكيلو ونص. والنيونيتا الاي سيو مولود قبل اتنين وتلاتين اسبوع. والوزن بتاعه اقل من كيلو ونص وطبعا عنده تخليه يدخل الايه? الان اي سيو. وفيه حاجة تانية اسمها الريجونال ان اي سيو. ان اي سيو يعني اه عارفين طبعا الجماعة الشرائية مش عارف موجود فيها بورسعيد ولا لأ. ليهم باع كبير جدا في موضوع الان اي سيوز اللي هي موجودة في مستشفى. هي قائمة بذاتها كحضانات. تمام? اسمها ان اي سيو. انما الحضانة اللي موجودة جوه مستشفى وصبرت بسيرجيكال تيم واناسيزيا تيم والكلام ده انا بسميها ايه? الريجونال ان اي سيو. تمام? فالبيبي ان هو مسلا يدخل جراحة او محتاج ان هو يعمل اي بروسيدر محتاج تخدير مفضلش ان هو يخش حضانة من من حضانات الجماعية الشرائية مسلا رغم طبعا انا ابن الجماعية الشرائية واشتغلت معهم سنين طويلة جدا في موضوع الحضانات. وخبرتي في الان اي سيو او في النيونيت مختسبة منهم. لكن لو فيه فعلا ديسكن البيبي ده في اي لحظة ممكن يدخل جراحة او يعمل حتى اوبريشن او جراحة في البيتسايد وده للأسف اجراء كومن وبيحصل وانتو كان فيكشن كنترول ما تقدروش تقوله امنعه او او اسمح بيه كل دور حضراتكو كان فيكشن كنترول. هاو تو ميجزيس براكتس سيف. خط بلان للترافيك بايفيرشن مشحات توسع تدايق حد يدخل بتاع العمليات التهوية مش عارف ايه بس. انما في احيان كتيرة جدا. الدكتور او الجراح مضطر ان هو هيعمل بيتسايد اوبريشن بيتسايد سيرجري. العمليات مشغولة او التداخل لازم يكون حالا. اجراء موجود في فيه تمام? والسادة اطباء الاطفال اللي موجودين عارفين ان ده بيحصل انا باضطر ان انا اعمل عملية جنب او افتح جراحة في الحضانة نفسها. تمام? موجود? ومع الاسف ما ادرش امنعه. والكتب بتتكلم ان هو موجود بس هاو تو ميك ات سيف. لو بيحصل عندك لو انت شغال في ريجنال اي سيو لازم تحط له بلان. ايه هي? ان هو ده ممكن يحصل له يبقى يتحط في السرير رقم كزا ورقم كزا ورقم كزا عشان اعمل دايفيرت للترافك بدل ما الناس تماشي من الطرقة دية لا تلف كده وتروح الناحية التانية ما تجيش ناحية الباب. وانصوا برابان هنا او سكرينر من هنا للنحائل عشان اعمل ايزوليشن للمكان دا. والحتة دي بيكون جنب الجريل بتاعة التاكيف مش تحتها على طول بس جنبه عشان تعمل تهوية آآ كويسة. فيه ستوك للبي بي اي موجود. فيه ستوك للسيرججل انسترومنت موجود. يكون ليك بلان. للقصة دي. انتظر لك. انما تعالي تقول لك للرئيس قسم الحضانات ممنوع منعا باتا اجراء اي عمليات جراحية داخل الحضانة. حضرك هتقول له ايه لما يقولك كده? حضر. هتقول له حضر. نعب ان حضرك مش تقول له اكتر من كده يعني. حضر. خفضه على قد عقل. عشان كي اقول لك اتكلم من زاسين بوت انت تتكلم فيه. ده اجراء ومعروفة هينقص بيه حياة متعينين. وماشي اختيار. تمام? قصتك او دور حضرتك في الفرق ما بين او في النيو نايتس. نيو بورن نيرسري نيرسري الان اي سيو والريجنال اي سيو. طيب. في الكاتيجوري والبيرد سويت الان ايش اس ان. الان ايش اس ان بتاعتنا احنا بتاعت السي دي سي. اسميتهم لاكتر من كاتيجوري. اول كاتيجوري اقل من سبعمائة وخمسين جرام. ومن سبعمائة وخمسين لكيلو. ومن كيلو لكيلو ونص. ومن كيلو ونص لاتنين كيلو ونص واكتر من اتنين كيلو ونص. طبعا الريسك بيكون اقل ما يمكن في الاتنين كيلو ونص ويفضل طالع. ده غاية ما يوصل للايه? لسبعمائة وخمسين جرام. تمام? يو هف تو دو سير فيلنس. كاتيجوريز ده على الكاتيجوريز دي. عند بلاد ستريم في النيونيت للاطفال اقل من سبعمائة وخمسين جرام. الريد بتاعهم كزا. وفي الان هتلاقي بتاعه مختلف عن مثلا بتاعه الاكتر من اتنين كيلو ونص. طبيعا يكون الريد هنا عالي. فيه كتيرا. لكن في الاتنين كيلو ونص بسم الله ما شاء الله احنا نشوف له عريس يعني ولا نشوف لها عريس الاتنين كيلو ونص دي. تمام? يجي لها ليه بلاد ستريم يعني. إلا ازا كان حضرتك والتيم بتاع حضرتك كأطفال بيعملوا مال براكتس. نلوك بقى للمال براكتس ديت ايه ونتكلم فيه. صح? انما لو حضرتك بتديها له لوكشة كده على بعضها بتكوارها له وترمها له كده هيقول لك ايه? اطفال الوزناء صغير. اطفال عندها اطفال مش عارف ايه وهنفضل بقى بالطريقة دي عشان اتحرك. خلاص? نتكلم بقى في موضوع نورمال فلورة نورمال فلورة نتفقنا انها موجودة على الاسكن موجودة في اي مكان وليها وظيفة نفعة جدا انها بتنتج سبستانس كذلك ما بيارافش ينتجها او بتحافظ على بتاعت الاسكن بتحافظ على ليها ليها وظائف في الجسم ربنا خليقها كده. ودورها في الانفكشن كنترول انها بتعمل ايه? بالانس او تعمل مع الباثوجينز. واحدة من الاميونيتي او من وسائل الموجودة البكتيريا اللي موجودة في الميوكس من برينز دي دي بتهاجم البكتيريا اللي بتحاول تاجم. طيب تخيل بقى ان مفيش نورمال فلورة. والبي او جاي بقى نورمال فلورة من اياد الاسطاف في وحدة النساء اللي الناس مش ملتزمة فيها ولا غيره. ده كتر الاطفال راضين عني كده. لبيستها لكل بتوقع النساء هوات. انتم زي الفل. ماشي? هما السبب. حدينا بتاع النساء الاول لابدنا بها اخد راحتي. الحمد لله زي الفل كده. تمام? فده اكتر ريسك. قولها تاني وتالت وعاشر. مايجور ريسك افترضت ان السبب فيه الاسكن بتاع البيبي. تمام? طيب. نلخص الميجور سورس في ايه? يليه. ايه? يليه الهاند او برسونيلس. هينقلوا من اي سورس تاني وعملين ينقلوا من هنا الهنا الهنا. ولو ده حصل بسيطة. ابسط موجودة. 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 موجودة صار خليل. فيين? انا هقف ازاي طيب يا صار ماشي. فاكرا الاوت بريك اللي كان بالامة ارس ايه? قصة بسيطة. من الاسطاف ومن البيشنس. واللي تلاقيه كولونايز بالامة ارس ايه? عمله ديكولونايزيشن. خلص الاوت بريك. الدنيا سهلة خالصة. وهي تعمل ايه بعد كده? تعمل انهانس منتل الهاندة هيجين كومبلاينس عشان خاطر. هو ده السبب في الانتقال وفي الاوت بريك اللي حصل ده. تانية حاجة البيشنس ايكوبمنت سبيشيالي الشيرد ايكوبمنت. انا مش هقدر اقول اتزا ماست اني لازم يكون توتل ديكيتد ايكوبمنت لكل بيبي. اقدرش اقول ده. بس او سماعة مسلا او الكاف او البروب بتاع اي جهاز في الحضانة ما بين والتاني. از لونجة از ان هو مش ايه? بقى اصحوا. اصحوا نعمل من ناردة الجمعة وكده يا زينب. في القهوة? تمام? ايه? از لونجة از ان هو مش ايزوليتد. هم بتكلم في الستاندرد. تمام? لازم تعمل لها بروبر ديس انفكشن ما بين عيان والتاني. بسيطة خالصة او. تمام? ومش محتاجة حتى يعني ديس انفكشن في واحدة ولا غير. هو بالكحول له وخلاص له ده نضيفه. ماشي? اخر حاجة الفومايتس. الفومايتس احنا بنقول على حاجة اسمها. عارفين في الحاجة اسمها ايه? تاني واحدة اسمها ايه في الحاجة اسمها. بس كلمة تطلق على اي حاجة بيستنى فيها لغاية ما يتنقل لمكان تاني. بما فيها مين? حضرتك كمقدم خدمة صحية او نفسه. تمام? لكن الفومايت اللي هو الاسطح الغير حاية. زي مين? زي الحضانة زي السيرفو زي زي اي اي اسمها تبقى موجودة نتيجة وبعد كده من ايه ده اللي يتم اتخذها ومن قول العيان للتاني. خلاص? والله شور الانفكشن كوترول لزيز بس يعني ايه? في ناس كده كرهت الناس فيه ربنا سامحهم يعني. مش انا طبعا. خلاص? في انازر سورس شوت بي كونسيدرز في بعض الحالات الخاصة. زي ايه? الكنتامي نيتد هانده يجين ايجنتس. مش هتلاقيها كل يوم بس وردة. انك لائل بيتادين او الكلوريكس دين اللي بتخسل بيك ديك والكلام ده او الصابون. هو نفسه كنتامي نيتد. وفي الحالات اللي زي ديت زي الاوت بريك بتاع مين? بتاع مين يا شباب الانفكشن كنترول. انا هتبحكوا بعد المرور كشوب دي. ماشي. بتاع السيدومونس. اول ما تقول سيدومونس تدور في اللحوات تدور في الكنتامي نيتد هانده يجين ايجنتس كل الكلام ده وارد جدا يكون موجود فيه. وارد. سيدومونس من اغلس الاوت بريكس اللي ممكن تشوفها تقوم بتعمل السنة الجاية وممكن ما توصلش الحاجة. تمام? تاني حاجة الانترافينيس سيليوشن. تمام? طبعا فيهم حضرة هنتو اخدتوها معايا او لا مش انت. اللي هو الانترينسيك كنتامينيشن والاكسترينسيك كنتامينيشن. ايه الفارق ما بين الاتنين? انترينسيك كنتامينيشن يعني جاية من المصنع او من الشركة اللي عاملة الانترافينيس ملوث اصلا. ساعة التصنيع او ساعة النقل او ساعة التخزين. الاكسترينسيك وقت الميكسينك او وقت الادمينيستريشن. طي حد يديني امثيلة حية من اللي موجودة اللي ممكن تعمل اكسترينسيك. الانترينسيك طبعا دي مش قصتكم. قصتكم انه لو حصل فعلا كنتامينيشن انترينسيك. تبلغ الصيدالي وتقول له انه حصل عندي مشكلة من البرودكت ده ونتيجت الانفستيجيشن فيمنع الشركة دي ويعمل عليها اكس. ما يجيبش الباتش ده او يجيب او يتعامل مع الشركة دي تاني من اي سيليوشن. او اي دوة طبعا انترافينيس. تمام? ناما الاكسترينسيك ممكن يحصل ازاي? اثناء الكمباوندنج. الكمباوندنج بتاع حدودك بتعمل كمباوندنج فين? فين? اللامنر فين? لا لحظة. عند حدودك ممكن تعملي كمباوندنج في اللامنر ايرفلو. او بسميه الايزو كلاسفايد دي بايس. لوحد. او الدفايس جوه ايزو كلاسفايد روم. ده كاتيجوري. او في قوضة التحضير الادوية الموجودة في موظم المستشفيات. دي ليها بياند تايم وفيوس لوحدها. ودي ليها تايم بياند تايم وفيوس ما هي بي و دي. ودي ليها بي و دي. لو بتحضر جوه الحضانة. اتنين تمريد قصات بعض لابسين استرايل جلافز واسترايل جاون وعملين يعملوا ميكسنج والكلام ده. شود بي ادمنستر دويزن ايه? وان اور. ما تقودش اكتر من كده. طب لو بتعمل في لامنر ايرفلو بس اللامنر ايرفلو ده موجود عندك في قوضة عادية ما هيش كلاسفايد. بتقود قد ايه? اتناشر اور. طب لو انت عندك بقى ربنا كرمك وعندك ايزو كلاسفايد روم. وحاطت فيها ايزو كلاسفايد ديفايس. ممكن تقود ابتو تلاتة ايام. تمام? في التلاجة. وابتو خمسة واربعين لبعض الاحيان لو فيها نان استرايل. انجريديانت. تقود تلاتين يوم واسترايل انجريديانت تقود واربعين يوم. تمام? لو لو ما اخدوش المخاضرة دي معي هيريت حد يتواصل معي وانا بعدها لك. تمام? بس ده مهم جدا. مهم جدا جدا جدا. برضو من الحاجات الاساسية لو انت عندك مشكلة في الحضانة بتاعات حضرتك في البلادستريم انفكشن دور على ده. دور على ده. خصوصا لاكسترينسيك كونتامينيشن. يا اما في الكمباوندينج. يا اما فين? في الادمنستريشن. ان مش معمول. ان حضرتك جايب مسلا حاجة زي البرفلجان. الفايل بتاعها بيكون ايه? ازاز. ومش هيعمل له كو اللابس. ايه اللي هيحصل تقوم جاي مدخله? سن سرينجة. ده طبعا هيحصل فيه كونتا اكسترينسي كونتامينيشن ديورنج ادمنستريشن. حلو ايه? ارفض يا فاندم الجلاس فيل من بابه. وكل الشركات دلوقتي او فيه شركات كتيرة جدا مصرية من هنا صيدالي. تمام? فيه شركات كتيرة جدا موجودة منزلة الميترونيدازول والبرستامول في او موجود. وسعره ما هوش مختلف عن التاني. قصتها ايه? ان الووتر ريسيرفوارز. حضرتك كده اديوني امثلة للووتر ريسيرفوارز اللي موجود عندوك في الواحدة. حلو. 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 بس لو لايتها. الحل الجزري ان حضرتك الكتاب بيقوله انك تستغنى عن كل لكل لكل باكز او ده الحل الجزري. ده الحل اللي مفهوش كلامه خصوصا انها نفس التكلفة. وارخص في التكلفة على الشركة المصنعه يا زوية. اخي بقى لحضرتك ازايك? بس ليه? هو غالي على فيكة الدباس وحضرتكلم عنه وده غالي. مش رخيص. تمام? انا مرضيتش اتكلم عنه لانه هو سيليوشن قدر استخدمه بس انا ما عنديش والشركة مرضيش تدفع لي فلوس معلش. مرضيتش اتكلم عنه. ماشي? فهو حل اه بس ده الحل الجزري من الاول انك ما تجيبش دي خالص. تمام? الحمد الموضوع بيتطور. يعني انا في ايام مسلا ما كان جدا الله ارحمه وتعبانك. قلت انا لسه بيب صغير كده. كانوا يجيبوا ازاز الجلوكوز والصالين اللي هي الازاز. اللي كانت بتخلص وينشيل بتاع المعدن ديت ونشيل الكويتشة ونحط نملاها ماء نحطات التلاج. جب لكم ماء ساعة زي الفل. تمام? فديات ما تنفعش. كل الحاجات دي كلها اي حاجة تأثر على الستريلتي بتاع الكونباوند بروتكس لازم تتراجع. رجعوا اوه حضرتك بتعمل مكسنج للكمباوند بروتكس تحتك فين? في الروم? ولا في الهود وزن نورمال روم? ولا في الهود وزن ايزوكلاسفايد روم? وما حدش يقول لي عشان انا عندي اي في مكسنج روم تس ايزوكلاسفايد. اللي عندي حضرك في النص مش نوط ايزوكلاسفايد. ايزوكلاسفايد دي قصة كده يعني لما الوقتي اسمح بانتكلم فيها ان شاء الله. انا بقيلي الوقت يا دكتور وساما واخدك مش هتجبني تاني معلش. تمام? الووتر زي ايه? الشيلد ووتر اللي موجودة في التكيف المركزي خصوصا في النيونيت تعمل لك اوت بريك للليجيونيلا تقفل لك الواحدة كلها. عشان كده دور الانفكشن كنترول الليجيونيلا قدت من بادري قوي. من قبل الخط بتاع مية البلدية واللي داخل الشيلد ووتر والكلام ده وتاخد عينات والسولت والصدى وكل ده لازم ترقبه. تمام? وتدخل في الحمامات في الاوض العادية مش في الان اي سي يو تشوف فيه تراكم املح ولا لا لأ لاني كل دي هات صورت في الليجيونيلا دخلت في في السيستم بتاع المية بتاع المستشفى بشي طرف تعمل لها وممكن تسبب مشاكل فين في اماكن زي الان اي سي يو هنتكلم فيها كمان شوية وهنزعل الناس من اننا على موضوع الكميرشال بودر. الارسابلاي 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 برضو هنتكلم في الارسابلاي ان لازم يكون فيه فريش ارسابلاي. التكييفات اللي اسميلة ما تنفعش. واننا نقفل التكييفات عملها توطل شات دون في الشتاء عشان الصف ما يستهواش والبيبي ما يستهواش. تمام? ده برضو ما ينفعش. تمام? واخيرا البلد ترانسفيوجن اكورينج للريجوليشن بتاعة البلد سكرينينج. البلاد بورن باشوزين زي الاتشي بي في والاتشي في والاتش اي في باحنا اتكلمنا كده من لها علاقة بالبيشنت لها علاقة بالليونت وليها علاقة بالسطاف زي الكمبلاينس واخيرا الانفيزيب بروسيديرز ودفايز زي السنترال لاين والميكانيكال فينتليتور عشان الوقت انا هتجوز جوز الميكروبيولوجي خلينا نتكلم علكوم الميكروورجانزم كعناوين بس من اشهرهم واهمهم خصوصا في الاطفال اللي بتعمل سندروم اسمها التريبل اس اسمها ايها دكتور؟ تريبل اس 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 لها ايها؟ سكيلد سكن سندروم شايفينها ديهاد واحدة من الساف أوريس الساف أوريس بتتروح من اول الماينور انفكشن لغاية البلوت ستريم انفكشن او الباكتريميا والاستوميولايتس والنيومونيا اللي كان ليتو ديث الكواجلية نيكاتف ستاف ديس كومنكم منسل بط كان كوز انفكشن وخصوصا في الاني سيو اللي ومنوكم برمايس بيشنت بس الحمد لله المرتالي بتاعتها اقدر عاملون اللي جابهوه ما هيش خطيرة او زي لما تيجي تعمل معمل وجابلك نتيجة تحليل مسلا ولك تعمل ايه؟ ايه؟ هو لو انا لو انا هاقطع على التقرير والمي فوش ايه؟ 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 ماشييني في طريقين فعلا مختلفين عن بعض ايه؟ ايه؟ هم نتكلم في قصص مختلفة تماما عن بعضها تمام؟ الانتيرو كوكاس زي الفي ار اي ممكن هي نور مال في لورة بس ممكن تسبب انفكشن ومشكلتها انها في حالة وجود الاما ارس ايه كان ترانسيميت البلازمي بتاع الفانكميسي الريزيسنس دي خطورتها وكانت واخدها يعني في وقت من الاوقات بسبب حاجة زي جلد او الجي بي اس ايه؟ اتناقشت مع دكتور اسامة قبل كده احنا ليه في مصر مش عاملين توصية ان يحصل ماسي سكرينيج للبريجننت وومن للجي بي اس؟ تمام؟ كل الدول حتى الفقيرة والغنية لسه بتعمل موضوع ده لغاية النهارة وفيه تقريبا كان ساعة الفين واثنين يعني تسعة وتسعة وتسعين وبعد كده اتعمم ساعة الفين واثنين ان يحصل ماسي سكرينيج للامهات الحوامل للجي بي اس ولو حصل ان هما كارينج للجي بي اس باي شكل ياخدوا انتبيوتك بروفلاكسس قبل الولادة ده خلى المين كوز اوف نيونيتل سيبسس رقم واحد كان الجي بي اس نزل تحت تحت مين اخواننا البعدة بقى الكليفسييلا والاشريشيا كولاي تمام فضروري جدا موضوع الماس سكرينيج لانه حتى لو كان يعني مش لايوا ماس الخطورة لحضراتك وكتاكاترة اطفال بس السامسينج بريفينتابل الانتيروباكترياسي كليبسيلا والاشريشيا كولاي والانتيروباكتر والسيتروباكتر والاضر جرام نيجاتيف زي السيدومونس وزي الاسينيتوباكتر بأمانياي تمام مشكلة الكليبسيلا انا اسف انا اسف حضراتك تزعبوا مني والله انا بقول الكلام ده يعني ده كترة الاطفال وده كترة الرعايات بشكل عام هم السبب الرئيسي فيه الكربابينم رزيستنس العنيف ده يا دكتور سيد حضراتك عارف في وقت ان الاوقات كان موضوع الادمنستريشان اف كربابينم كبروفلاكسس في الحضانات في بعض الحضانات مش هزا اقول كل الحضانات كانت حاجة كومن جدا جاست فور بروفلاكسس دلوقتي بقعت عندنا البروبورشان بتاع الكربابينم رزيستنس في الانتيروباكترياسي وخصوصا الكليبسيلا بشكل لا تتخيلوه هو حتة بلازم تمدور قد كده هو بيتنقل من الاشيشة كولاي الكليبسيلا رغم ان هم مش نفس الجينس ولا غيره وخلاص هب تحولت من سيفالو سبورين رزيستنس اللي احنا كنا بنسميه ببعض الاحيان اكستيندن سبكترم بيتل افتميز او اس بي ال لايه كربابينم رزيستنس مقبات كربابينم رزيستنس حضردك ايه الاوبشنوف تريتمنت عندك هترجع بقى للتيجا سايكن والكولوستينز وتستحمل بقى النفرو تكسيزيتي وتكسيزيتي صح؟ لازم يكون فيه انتبييوتيك بوليسي امبليس ولازم حضردك تساعد في الموضوع ده بشكل كبير ان فيه كالتشور تتاخد انتاين وانس ان فيه علامات سبس الظارت او اس اي ار اس ظهرت اميدياتلي تاخد المزرع وتبتدي انتبيوتيكس ظهرت النتيجة تقدر تعمل اسكيليشن او دي اسكيليشن وانت قلبك جامل ادن معك مزرعة برضو مضطر ان انا اتجاوز الكانديدا اقدر اسمها حكتين اتنين قلبي كانز واخواتها وكانديدا اوليس قلبي كانز واخواتها كومن جدا في النيرسي وكومن جدا في الان اي سيو بتسبب الموس انفكشن ميكوس ميكوس منبرين انفكشن وممكن تعمل كمان باكتريميا او كانديديميا في البلوت ستريم وايه ويحصد معها بلوت ستريم انفكشن ده سهلة تاخد انتي فانجل والدنيا تمام وزعيه تقول لها مش ايه مشكله خالص انما الكانديدا اوريس ده نيو امرجينج كانديدا ستريم اه خدت بالي نيو امرجين كانديدا ستريمز الاسف رزيستنت لكل النون انتيبيوتكس كل النون انتيبيوتكس تمام وانس انها وصلت البلد عامل الكانديديميا العيان بيموت مفيش كلام خلاص الفيلمينتس فانجاي زي الاسبريجيلاس وزي الميكور ميكوسيس فطر الاسود نيضا نقول عليها سيريس بط رير نادرا انها تعمل دي موجودة في الانفيرومنت ولو حصلت يبقى ان عندك مشكلة في مسلا في حد بيعمل قريب من الوحدة وحظاك ما خدش ونتيجة الهادم ونتيجة التعرض للغبار ده حصل اه سبريد للسبورز بتاعة الفيلمينتس فانجاي وسببت سيريس انفكشن للنيونيت طيب اللي انا هتكلم عنها بتشمل ايه في المقام الاول النيومونيا اللي هنا تركت انفكشن بالاضافة لبعض الاماكن التانية زي السي الناس والجي اي تي البلد ستريم انفكشن زي موست سيريس زي موست زي موست سيريس في انفكشن ممكن تحصل في الهلس كير في الهلس كير سيتنك صوصا في الانو اي سيو سبيشالي لو كانت ريليتت بايه بسنترال لاين بلد ستريم انفكشن معناها ان في في بالبكتيريا او بالاندوتوكس او بالتوكسنز بتاعتها تمام في البلد ستريم ممكن تليد لكنديشن معروفة جدا اسمها السيبسيس لسه كونديشن كونديشن مش بالضرورة تكون برايمري بلد ستريم انفكشن ممكن تكون ساكندري من انفكشن تاني تمام نتيجة ارجان تو ارجان فيلير فده ضروري جدا لازم تحط في الاعتبار انما البكتيريميا اللي هو انفكتيريا اتسل تمام الديفينيشن بتاع اللي براتري كونفيرم بلد ستريم انفكشن ده تعريف سيمبل جدا ان البيشن عنده اتليست وان كالشر مطلعة ريكوجنايز باثوجين زي الاشريشة كولايزة الكليبسيلا زي الكانديدا حتى ده اقدر اكتفي واعتبر فيها بايه بوان كالشر بريفرال سينترال مش فرقة تمام ساينو سيمتومز من غير ساينو سيمتومز برضو مش فرقة او ان انا عندي تو كالشر فروم تو سيبرت اوكشنز والمايكرو ارجانزم اللي طالع فيها كان ايه كومن كومنس بس لازم يكون معها ساينو سيمتومز تمام طيب ده اسمه ايه لابوراتري كونفيرم بلد ستريم انفكشن ان اديشن لو فيه سنترال لاين امبليس فور تو كاليندر دايز او اتشال بملايه زيد عن وان كاليندر داي يعني اتشال يوم المزرعة او اليوم اللي قابليه باعتبره سنترال لاين اسوشياتد بلد ستريم انفكشن طبعا لازم يكون ده ايه برايماري برايماري يعني مش ريليتد لمكان تاني لان الميجرز اللي احطها لها علاقة بدا طب الميجرز بتاعت الساكندر بلد ستريم انفكشن ايه? الكونترول برايماريكوس دايو جاي من نيموني ايه باي من shorter��리 في يوتي ايه طيب اكزه معي في الباثوجينيسيس ادي سنترال لاين ادي الفين الابونتر ده مشغيه ادي الفين ادي الفين ادي الاسكن ادي السنترال لاين من يو تي اي كنترول في يو تي اي. طيب اركزوا معي في الباثوجينيسيس. ادي سنترال لاين. ادي الفين البوينتر دا مش شغال. ادي الفين ادي الاسكن ادي السنترال لاين. بيحصل باثوجينيسيس بالسنترال لاين من اين? يا حاجة اسمها انتراليومنل من جوة اليومن. ده نتيجة ان الهب بتاعت السنترال لاين كولونايزد. تمام? او كنتامينايتد. او الانفيوزيت اللي داخل جوة السنترال لاين كنتامينايتد. حلو? طيب. اكستراليومن. جاي منين? من الاسكن بتاع البيشنت او الاسكن بتاع الابريتور المركب السنترال لاين. او حاجة تانية اسمها هيماتوجينيس سبريد. جاي من مكان تاني عن طريق البلد. ده السكندر بلد السريم انفكشن. السنترال لاين بانواعه بما فيها الامبلايك الكاث. وانس انها ريكبت. وانس انها ريكبت. تقريبا وزن فيو اورز بتبقى كولونايزد. او او اكسترنل. يا فوق السنترال لاين او بوا السنترال لاين بهيفي كولونايزيشن. طيب الكولونايزيشن ده هيضرين انا في حاجة? هيضرك في حالات معينة. لو انت مسلا عملت او فيه ابستراكتد فلو. ونتيجة الابستراكتد فلو ده ايه? فيه البريجر بتاع الفلو مش منتظم فحصل من البايوفيلم. او عملت ايه? اكستشنج اوفر جايد واير. فيري باد مالبراكتس. مش ممكن. خلاص العيان لو عندك زي الفل عملت اكستشنج اوفر جايد واير بعد اربع ساعات من التركيب اعرف ان ثاني يوم الصبح هيجي له بلات ستريم مفقاش كلام. ده اهمية او انت لسه بتعمل 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 سنترال لاين بايكس راي بانت مبيت على الفن بتاع الاكس راي من قبل ما تركب السنترال لاين يكون موجود. مش بعد ما تركب تجي تدور عليه تلاقيه مسافر او ما جايش. او تركبها من الاول صنار جايد. بلا بتاع بقى. تمام? ركبت وخلاص عملت عايزة بقى اتعدل في المكان تطلعها تدخلها ده في الاول. ركبت وبقى في مكانها خلاص من فعش تدخل جايد واير. ده ها هي يعمل ريليز البيو فيلم بماسف الاخق stump يامل في مكان تاني كل دي هتنواء حاجه لاحقه بالباشن بتزاو malaria الريسك للبراس. دي حاجات لها علاقة بالاسطرة. بتاع النامبر انا رأيي الشخصي. هو مش رأيي شخصي هو رأيي فني بحت. ان الراكب ما يكون شيء يكون ايه يا دكتور? كومبيتنت فيزيشن. ايه الفارق ما بيني التريند والكمبيتنت? تريند اعمال اشرح له وتركب السنتر اللاين كده ووري فيديوهات وبتاع على على البرد وخلاص. كومبيتنت حد زي حضرتك او حضرتك راجل خبرة وكده وقفت على راسه وشفت هو شافك وانت بيدخل السنتر اللاين وبعدين اشرفت عليه هو بيدخله ومعك عملت له لكل ديت وديت له بان هو ايه كومبيتنت انه يركب السنتر اللاين. دي محتاجة كومبيتنسي. نوت جاست تريني. فالبروفيشناليزم النوم بروفيشناليزم وخصوصا او اي ديفايس ايان كان ايه هو من الاسباب العنيفة جدا ان يحصل معها ايه ديفايس اسوشيتد انفكشن. النيومونيا ممكن تتقسم لاكتر من حاجة خلينا نكلم عن ريسك فاكتور ستواتها الاول اهمها ويعني وابشعها الميكانيكال في نقطة برضو غايبة في مصر للاسف. الدور بتاع. تمام? انا كان عندي تونز دخل هما الاتنين الحضانة واحد دخل ست اسابيع والاتنين دخل تمان اسابيع. تمام? دور في الحضانة اللي انا شفته ضروري جدا. يقدر بمنتهى الاختصار يأمل لك من الاول. ولو حصل هو بيقدر يتعامل مع كامل احترامي احيانا اكتر من الفيزيشن. انا قلت الكلمة ديها قدام دكتور اسامة قبل كده وانا بستحب نفس الطريقة دي كده. انا اخدت كورس بتاع ميكانيكال على ايد رسبيراترو سيرابست. صح دكتور اسامة? فانا فعلا بعزز دور رسبيراترو سيرابست خصوصا في الان اي سيو. انا معرفش رسبيراترو سيرابست ممكن يكون خريج ايه? هل هو علاق طبيعي ولا هو نيرسينج بروجرام ولا سيرابي موجود لعدد معين من الحضانات او السيرير في الاي سيوز لاهمية الميكانيكال فنتيليشن والريسك بتاعه. يعني يتعامل كويس مع الميكانيكال فنتيليشن يا اما يعمل اصلا اليمينيشن للنيد بتاع الميكانيكال فنتيليشن من الاول. تمام? اللو بيرث ويت بلوت ستريم انفكشن كان كوز نيومونيا. واخيرا الكراودينج بتاع الاناي سيو ده بقى اسوشياتي بايه? بالفايرل نيومونيا. يعني انا اشتغلت في مركز الدكتور المجدي يعوب من سنة الفين واثناشر او تلاتاشر غاد الفين وسبعتاشر وعندي مشكلة ازالية ان انا اجي في شهر احداشر اتناشر واحد الريب بتاع النيومونيا يطلع كده. ليه? وليتها فعلا هنا في الهيئة. ليه? تكييف الدنيا ساعة. اعمل ايه? اعمل اعمل شط دون للتكييف. واللي بيعتص واللي بيعمل وعمل. وفي الاخر الدكاترة يوم جاي واخدين كالشر تطلع بسطت بسيرتن مايكرو مش هو المسبب الانفكشن اصلا وهي قصة فيرال نيومونيا من اولها الاخر. فالإلمنيشن وفيرال نيومونيا باي فاكسينيشن اوف ستاندرد بركوشن والسوشيال ديستانسينج والرسبيراتري بروتيكشن برو جرام. وانا بعزز ان كل شهر احداشر من كل سنة لازم يكون فيه ابديتة رسبيراتري بروتيكشن نيومونيا برو جرام في كل واحدة. ومتعزز فيه المسئوليات في كل قسم. ده مش كلامي. ده كلام الاوشا والايبك والسي دي سي من سنة اتنين وعشرين. دلوقت دور الاساساتزة بتوى الانفكشن كنترول تحدثوا الرسبيراتري بروتيكشن بتاعكم. خلاص?